شاركت سعادة السيدة نور بن تعلي الخليف وزيرة التدمية المستدامة في الاجتماع الوزاري الثامن لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي بواشنطن وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لعام 2022 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخلال الاجتماع أكدت سعادة الوزيرة حرص مملكة البحرين على الاستمرار في تحقيق أهداف التنوية المستدامة الأممية في مجالات النظم البيئية والمناخ بما يتماشى مع المسيرة التنموية لجلالة الملك المعظم ومتابعة سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء وبالأخص الالتزامات التي أعلن عنها سموة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ بشأن وصول المملكة إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 حيث نوهت بما توليه المملكة من اهتمام بدعم الجهود الدولية لتجاوز مختلف التحديات العالمية لا سياما من خلال حرصها على أن تكون جزءا من تحالف وزراء المالية للعمل المناخي لمواصلة المشاركة في تعزيز البيئة واستدامة إدارة مواردها إلى جانب التزامها بمبادئ هلسينكي والهادفة إلى تشجيع العمل المناخي من خلال وضع السياسات المالية العامة كما أكدت الخليف على الدور الكبير الذي تلعبه خطة التعافي الاقتصادي والتزام المملكة ببرنامج التوازن المالي في خلق البيئة الداعمة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية بالإضافة إلى اطلاق المبادرات المستمرة ومنها إصدار القانون رقم سبعة لسنة 2022 بشأن البيئة والذي دخل حيث التنفيذ في شهر سبتمبر 2022 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر